بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمشكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أمراه لكل شيء قدرا وَاللَّائِيَّ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تَلَافَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِيَّ لَمْ يَحِظُمْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واستمروا بينكم بمعروف وإن تعاشرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى ومن قدر عليه رزقه فلينفقه 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 أوسفة طفال أخرى ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم ايات الله مبزنات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما And how many a community revolted against the ordinance of its lord and his messengers and we called it to a stern account and punished it with dire punishment so that it tasted the ill effects of its conduct and the consequence of its conduct was loss Allah has prepared for them stern punishment so keep your duty to Allah O men of understanding O ye who believe now Allah has sent down unto you a reminder a messenger reciting unto you the revelations of Allah made plain that he may bring forth those who believe and do good works from darkness unto light and whosoever believeth in Allah and doeth right he will bring him into gardens underneath which rivers flow therein to abide forever Allah hath made good provision for him Allah it is who hath created seven heavens and of the earth the like thereof the commandment cometh down among them that ye may know that Allah is able to do all things and that Allah surroundeth all things in knowledge and that he may know 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 that he may know